انت ضربت الفترة التلات اربع سنوات الأخيرة دي أكتر من نادي منهم الجونة والدخلية حاجة تانية عشان اه والمحلة والمحلة بتحب منصب مدير الكورة؟ لا ليه؟ عشان هو ببقاش مدير الكورة يعني او غالبية الوقت ببقاش مدير الكورة ببقى فيه كلام فني أكتر ببقى كلام جد والله؟ اه ببقاش عارف مهامه اه يا خلي بالك في مصر دي مشكلة عموماً مفيش حد يعني لا مدير فني بقى مدير كورة معظم الناس كل عايزة تبقى فنيين كل اللي بيشتغل في المنظوم عايزة يبقى فنيين اه ودي مشكلة كبيرة في العموم يعني ولكن الأدوار لو متحددة وواضحة بتبقى طبعاً طب انت عندك مثلاً كمدير كورة ناجح زي كابتن ساد عب حفيس وبعد كده رحل وجي كابتن خالد بي لا انا معه ان النادي الأهلي والزمالك يبقى فيهم مدير كورة اه ان الحجم الجماهيري وحجم الضغوطات والحجم الاعلامي بيطلب منك ان يبقى عندك مدير كورة بس تحس ان ما تحسش ان هو بيقلل منك يعني مثلاً يكون مدير فني هو اللي بيتاخذ القرارات هو اللي بيعاقب هو اللي بيقول هو اللي بيبتاع هو ده ينزل هو ده يطلع يعني فهم قصدي عمل حد عمل خطأ يعني يعاقبه هل ما بيبقاش فيه تضارب في الاختصاصات لا لا ما احنا قلنا بقى لو هو دوره ادارياً اه تمام ما عندش مشكلة اه مشكلة انه بيدخل يعني في حاجات يعني ادرينا عايز سألك سؤال لو واحد عمل غلط ما هو غلط ده حصل فين اه 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 معلش انا بقول مثلاً تفضل واحد لعيب عمل غلط اه فمدير الكورة رأى انه لازم يتعاقب والمدير الفني قال لا ما يتعاقب الزبط طيب بتحصل ولا بتحصل ها اللي يحصل بقى ساعت ما بترجع بقى لسياسة النادي اه من اقوى من مين ها دي الخنايات اللي بتحصل فعلا اه طبعا دي المشاكل أنا ده اللي انا بقوله ان انت فيه لايحة في لايحة في النادي لايحة داخلية اللي بيطبقها يا مدير فني يا مدير كورة الاختصاص هنا بتاع من او من اللي هينفذ العقوبة دي ساعات بي المدير الاجنبي بيحس ان مدير الكورة ده انا قسف يعني جزي اللي هو ايه يعني اللي هو اتبع مجلس الاغدرhet اعرف cut اللي هو اللي هو بين الكل كبيرة وصغيرة للمجلس الاغدرhet فالمدير الفني ساعات بيبقى واخد موقف من الجنبه ده أو اللي قاعد معايا أول وبيبقى بيختار كل كلمة فاهم قصدي ما هي ممكن يخلي بالك المشكلة أن بره ما فيش المنصب ده ما فيش خالص؟ في أوروبا ما فيش مدير رياضي أو مدير رياضي النادي كله ما بيقعش على الدكة بالضبط كده دي خصة تانية وبعدين المدير الرياضي ده بيختار المدير الفني عن رؤية أو صحيح أو أنت شايفي حاجة يطبقها هو يجي يطبقها هتجي تسيبه يطبقها ولا هتتدخل في شغله المشكلة أن أنت ما بتسيبش الناس تطبق أو الناس تشتغل بتبقى عايز تتدخل في شغله يعني ساعات مدير الكرة مثلا في الأندية الأخرى يقولك لا التشكيل ده غلط لا المفروض هنحط كذا يعود يتكلم من وراء المدير الفني فعلا آه طبعا كله بتكلم ما كونش عاد عارف اخصاصاته يعني أنا بشوف أنه دايما مشكلة عندنا في الأندية في مصر أنه كله بتكلم بعد المباراة مش قبل المباراة آه وما بتكي تتكلم بعد الموضوع تلف طب أحسن قبل حاجة وبعد حاجة تانية طب هنا السؤال بقى فضل كلام كتر بعد هزيمة الأهلي أن لازم مدير الكرة ده يرجع وأن أسباب الهزيمة هو عدم التزام اللاعبين وأنهم بيروحوا حفلات ومولات ويعني مطاعم وفتتاح ومعرفش أيه كده وأن ده سبب من عدم تركيزهم الفترة الأخيرة يعني وفيه كلام طالبة بعودة كابت سلام حفيز وفيه كلام بعد وجود خالد بيبو كان شايفين الموضوع غلط فلازم خالد بيبو يمشي ما خالد بيبو مشي الفرقة غلبت فابتدأ يقوله تاني نرجع مدير الكرة أنت إراك في القصة أنا رأيي أن أي اخسارة بتطلع كلام كتير جدا وبتطلع مشاكل كتير جدا ولكن اللاعيبة طول عمرها بتحضر حفلات طول عمرها بتخل وانعيبت زي مالكا محاضرين برضه كل اللاعيبة اللاعب كورة أنا في الآخر أنا لعيب كورة أيهم في صهران مثلا في مكان يعني مش كأة احترامي يعني لعيب كورة صهران في مكان محترم مع ناس محترم ساعة تمانية تسعة بالليل عادي طيب طب ما ناخدها بشكل تيجي ناخدها بشكل تين النهاردة من اللي بيقول إن اللاعبة عاملة مشكلة أنا كجمهور صحيح كده طب ما أنت جزء رئيسي في المشكلة بمعنى بمعنى نانا النهاردة اللاعب ده بقى مهتم بالميديا ليه عشان أنت اللي بتنجمه عشان أنت اللي بتطلعه السماء وانت اللي بترفعه مش في المقدار بتاعه وبتيجي تنزله بس جد انت لو بتحطه في المقدار بتاعه وعارف إن اللي هو بيعمله ده مش هيلقى صدق عندك كومهور وهمش يعمله فبالتبعية هيبقى ملتزم إنما أنت بتطلعه فين السماء وبص ده عمل إيه والحركة دي بتحفيل ده مش صح وأكيد أنت متابع وعارف واللي أنت ضربت في رأة كتيرة بتلاقي بعض اللعيبة بيدفعوا فلوس لبعض الصفحات الكبيرة عشان تصياتهم يعني بقى وبقت مصدر رزق يعني الموضوع ما قلبش جمهور وتشجيع يعني هو أصبح مصدر رزق لناس طبعا إن هم ينجبوا وينزلوا صور ويعلوا من فلان وعلان وكده ويكبروه مقابل الضربت معيتي بقى ما هو ده اللي احنا بنقوله النهاردة انت بتعملها أنا رجل بحب نادي الأهلي فأنا شايف نادي الأهلي أكبر من إحنا نقعد نتكلم في تفاصيل صغيرة ده وجهة نظري إحنا أكبر من كده إن أنا مشكلتي إيه مشكلة إن اللعيبة ما كانتش ملتزمة في اليوم ده وعندها مشكلة فنية في الملعب وده الوضع رده حاجة الأهلي محتاج مدير كورة أنت قلت الفرق الكبيرة بتحتاج ده أنا آه بشوف إن الأهلي والزمالك محتاجين طبعا طول الوقت يبقى في مدير كورة يبقى لازم الأهلي رجع المنصب ده موجود ومعرفش هو بتشلي ورجع ليه وبعدين أنا مش مقتنع خالص بأن مدير مدر ربعام يبقى قائم بأعمال لا مفيش حاجة أسمعك يعني كانت تنسامي أمصان يبقى مقامل مش حاجة أسمعه قائم بأعمال في حاجة أسمعه أنا مدر ربعام أو مدير كورة ماشي أيامك كابتن حسان بدل كان قائم بأعمال أنا ما بأخطأ أنا بأخطأ أنا بأخطأ ما فيش حاجة أسمعه كده اه إحنا أكبر كل واحد يركز في شغله إحنا أكبر قوي لدرجة أنا أقدر أجيب مدير كورة إلي خليني أعمل المنصبين في راجل واحد ترجمة نانسي قنع